صباح الخير والعافية عليكم حبايب قلبي أحلى وأضيب متابعين شكراً لمتابعتكم وشكراً لمحبتكم رب لا يحرمني من عدكم رب يوفقكم ويسعدكم ويخلي لكم عزاز قلبكم بحق محمد وعلي محمد كل من جاي يشاهد الفيديو مانني رب يرزق بالعافية آمين رب العالمين وراحة البال يا رب حبايب قلبي طبعاً أحتذر من ذاك الفيديو اللي نزلته أحتذر جداً جداً أحتذر من عدكم لأن صار هواي بي غلط وقسم من الفيديو ما حشيت بين حذف الصوت هواي يعني صارت أمور خربطة بالفيديو بس ردت أحذفنه صارت بي مشاهدات فتعرفون المشاهدات هي يعني إذا حذفتها تقلل يعني من الأرباح ماتة ومن الساعات فانطريت أخليه باليوتيوب هسا تقولون شون صار الغلط حبايب قلبي الموبايل ماتة تعرفون دائماً أصور بي للأنستة لأنستة مو متفاعة لكن ليش ليش واحد هاي والواساب هم مو هالقد بس الأزية الشي تصويري لليوتيوب واليوتيوب تعرفون ياخذ وقت خمس دقائق أو عشر دقائق بهاي الأمور هنا أخليكم وياي أعزل بالمسواق وأكمل لكم فصارت عدي خربطة حذفت هواي عدي فيديووات قسم منهن حولتهم على الموبايل مال شهد بتي لأن هي عدتها بالواساب على مدة عرفون لقروبات مال المدارس حولت وحذفت يعني دخلت للملف يعني هواي حذفت فيديووات وكله وما صار بعدين صار عدي خلل بالموبايل الفيديو أمنتجه وأكمل وأتعب عليه وما ينزل باليوتيوب فصار يعني قبل يومين أنا أحاول ينزل الفيديو ما نزل فقوموا تنطرق قلت لكم واحدة فيديووات عدي وقسم من هذا الفيديو اللي منتجته ومكملته حذفت من المكتبة قبل لا أنشرنا لأن بنات إذا بالموبايل ومسحنا الفيديووات حتى لو ناشرينا باليوتيوب وبعدنا يعني ما مطينا يعني نشر أعلاني القسم يعرفون الحشمات تي أهل اليوتيوب راح ينحذف وهو بالموبايل يعني بعدنا ما منزلته فهي تصارت هاي الأمور وأتمنى تعذروني حبايب قلبوا وأنتم شي أكيد متابعيني ودائما منورين بكلامكم الحلو ورب يسعدكم ويوفقكم ويخلي لكم عزاز قلبكم بحق محمد والي محمد والتوفيق والنجاح إنه وإلكم يا رب وشكرا على كل من دعاننا على النجاح لطلابنا آمين رب العالمين النجاح والتوفيق بحق محمد والي محمد لأهل السادس والأهل المتوسطة ودائما إحنا ندعي لكم بالخير يا رب لأن الله لا يضيع تعبكم وتعب أهلكم لأن الصراحة يعني مو بس دل يعني هم يتعبون حتى الأهل تتعب يعني تتعب نفسيا وماديا يعني هو الطلاب يعني ما دام يدرس يريد وهنا مثل ما شوفون هنا خلن نرجع المسواقنا هنا أنا رحت للسوق وحبي أتصور لكم وأعوض لكم على الفيديو السابق اللي فات حبايب قالوا إحنا مرات بننزل فيديو مو نفس اليوم اللي مثل مسوقين به أو نفس اليوم اللي متغدين به مرات وراء أسبوع مرات وراء عشرة أيام حسب الموبايل من نريد النزلة وحسب فرغتنا يعني نصور ونخليه بالموبايل شو وقت ما يصير عندنا مجال نصور العفو المنتجة والنزلة هنا رحت للسوق لقيت البنة رخيص بخمس تالاف الكيلو وأكو بستة وأكو بسبعة كلمة حسب سعره وحسب يعني السمش الكبار يختلف عن هاي جبت لنا كيلو خير وبركة من رب العالمين لأن الصراحة نحن الكيلو كلش كافة علينا وبقى منعد هالسهم تشوفون بالفيديو أسوي هذا الكيلو مرتين وهنا جبت لنا طرشي لازم مميز السمش طرشي هذا الطرشي معمير كلش نظيفين يعني بالسطولة ويقبقونه وهذا الطرشي فرغته هناك وقص قصت هاي الكبار وهناك بعد رجعت لأن تعرفون إحنا مو الكل تلتفق على أكل السمش مرات والله الصراحة مو هم يحبون السمش بس مرات نايمين مثل قسموا وذا السمش يبرد الصراحة يصير مو طيب هناك أدي بوتايتة جبت لي وحدة شبيرة ثرى متى مكعبات ما سيلاقيتها الصراحة وبوقتها الغاز ما تخلص أستقولون دائما هذا الغاز ما تشيخلص والله يعني حبايب قلبي اسبوع ما أدرى عشرة أيام التدبة خلصت لأن شنو من جبتان من البداية تنفس يعني طفو المنظم بحيث طفو يعني كلش يعني غلقة من الغاز وينفس كله وينفس الغاز أشلع المنظم لأنه خاف الصراحة يبقى مسر بالغاز وخاف على الجهال أشلع المنظم أحط المنظم حتى منشلع المنظم يعني ريحة الغاز تطلع فخلصت الدبن يوم انطريت أسوه هنا على الطباخ الكهربائي هنا مثل ما شفتم وهنا هذا السلق قلت ثاني يوم أسوي دولمون لأن صراحة صارنا فترة ما مسوين دولمون وهنا أنا ريحان وكرافس وخير وبركة من رب العالمين وبعد ما كملت الخضرة والمرقة السبكت مثل ما شفتوها رجعت أطبخ التم قلت مننا لما ما يجي أبو الغاز أنا بكمل غداي لأن تعرفون الصراحة مرات الجهل مثلا يقعدون يردون الغداء كامل وأنا صح مثلا نتأخر دائما بالغداء لأن أبو الجهل ما يتغدى الصراحة من وقت مرات بالثلاثة بالأربعة بس أنا دائما أسوي غداي من وقت يعني باثنائش أنا مطفية الجدورة ماتي والمرقة والله بالعشرة بهدعش كاملة بس التمن أخليه بهدعش ونص لأن عالمود يبقى حار لأن تعرفون التمن ما للحصة شوية من يبرد يصير مو هل قد بس هذا التمن لا والله زيان مو هذي الشهر القبلي بنات إذا تحمسون التمن حتى لو كان أبيض أحمر من تحمسونه يصير كلش طيب ما للحصة يعني ما يصير الحباية ماتة يابسة من يبرد يبقى والله حتى لليل على الطباخ يبقى أخليه مرات تعرفون الجهل وراء الغداء مثلا يشتهون يأكلون من يصبون ويأكلون التمن يعني ما يابس وهنا أنا خليت طماطا بنات جربوها الطماطا كلش طيبة من تخلونها على السمج الضيع الزفرة ما للسمج والصين نكها كلش طيبة هنا منعصرت طماطا للمرقه خليت وأنا أخلي خليت هذا الطماطا مردتها وخليت في ويل هذا هنا كان عدي ما موجود العفو كركم عدي لأن رحت للسوق والصراحة ونسيت الكركم أدي سبع بخاراتها مخليتها على السمجها معادي الصير وهنا قسم هسا تحب الفيديوهات مع السمج وقسم ما تحبه كل مين حبايب قلبي حسب رغبته وإن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وكتبونا بالتعليقات إذا وصلتوا لهنانة خلونا قلب أخضر على مدعرف أنتم وصلتم لهنانة بهذا الفيديو ماتي وأكون ممنونة من عدتم ربي يوفقكم ويسعدكم ويخديدكم عزاز قلقتم وكترونا بالصلاة على النبي لأن الصلاة على النبي إنه وإلكم أجر بيها اللهم صري على محمد وعلي محمد هنا بعد ما قلّيت أول سمجة هنا أنا السمجة الثانية احنا الصراحة الجهال يحبون كل شوية هالمعجون حتى لو أسوي زلاطة وأسوي مثله واي شغلات ويحبون فوقها معجون فان هنا أنا قلت ما دام هي بعتها على الطباق خلينا أخلي بيها معجون هم نصير كلش طيب إحنا دائما هاي نسويها مرات نحمس مثل ويه ثوم ويه هيج شغلات بس مرات لا نحب هيج نخلي شوفهم الموبايل ماتي شلون يغوش التصوير هاي الطفويته ورجعها صورت من جديد هنا هذا الغدا معنا هذا التمن معنا كمل وهاي مرقتنا وهذا الطرشي معنا وهنا سوي الزلاطة شوية طرحة هاي العفو خيار وطماطي وبصر وهذا الخبز معنا الحار خير وبركة من رب العالمين سهمنا وسهمكم مليون ألف عافية طبعا الخبز من السوق مو يعني أنا خبزت أنا مراتة خبز مو دائما وهنا أنا هاي وراء الغدا شن اللي يردونه قسم رادة شاي وقسم رادة هايش هذا السموة قوية هذا القوجة أشوفكم فيديوهات جديدة بإذن الله تعالى مع السلامة بإذن الله تعالى